وصلت مدرية الصحة بدمياط فعاليات المبادرة الرئاسية مئة يوم صحة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة دمياط كانت المبادرة قد بدأت يوم الخامس والعشرين من يونيو الماضي ووصلت عملها خلال أيام العيد والإجازات وأكدت مدرية الصحة بدمياط أنه تم تنظيم قافلة مشتركة بالتعاون مع الشباب والرياضة في مركز شباب ساحة دمياط وذلك للكشف على المواطنين بهدف تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على أكمل وجهة النهاردة بنقدم خدمات مبادرة مئة يوم صحة بمراكز الشباب اللي بتقدم خدمات التوعية والتسقف الصحي عن مبادرات رئاسية ونتكلم عن الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية زي الرئة والبرستاتا وعنق الرحم وسرطان القولون الحملة بتقدم خدمات توعية وتسقف صحي الحملة بتقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية الحملة بتساعد على تحسين صحة المرأة والوعي عند المرأة بالأمراض والكشف المبكر عشان نتجنب حدوث أي أمراض لخضر الله المبادرة دي بتقدم خدمات كثيرة للمواطنين عشان نتطمن عليهم ونتأكد من خلقوهم من الأمراض المزمنة زي السكر والضغط والاعتلال الكلوي ودي بيتعمل لها فحوصات معنا فيه فريق مخصص لفحص المواطنين للأمور دي وفيه فحص برضه الاكتشاف المذكر لمرض السرطان سرطان الرئى، سرطان الرحم، سرطان المسانة مجموعة من الفحوصات بيتم عملها للمواطنين وطبعا الخدمات دي كلها بمجانا